السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ربي يسر وأعن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لأمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم وستفساراتكم على هواتف البرنامج نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات فضل علي سلام عليكم عليكم السلام رحمة الله الشيخ لو اسمه أحساب جي ثلاثة فصل فضل الأول نسمع بعض الناس عندما تحدث بعض الأخطاء من العلماء والمشايخ يرمي ذلك لو يتهم بالإسلام ما الحكم في ذلك كيف يعني أعد بعض الأخطاء لا تصدر بعض المشايخ والعلماء يتهمون بالإسلام شوف الإسلام كده ها يتهمون الإسلام بذلك هذه الأخطاء التي سؤال الثاني بالنسبة للانتقام يعني ما حكم الذي ظلمني والأذاني أنتقم منه ما الحكم في ذلك للانتقام طيب سؤال الثالث بس المرة الماضية سألتك عن الدعاء لما يسألوني اللهم نسألك في يوم الجمعة تقلت بيوم الجمعة هل في يوم الجمعة يختلف عن الجامة الماضية كيف كيف ما فهمت كيف يعني سألتك المرة الماضية عن الدعاء الله أحمد أسألكها بيوم الجمعة بس انتقلت بيوم الجمعة كان سؤالي في يوم يعني أنت قصدت والله أرمال أسألك في يوم الجمعة أيوة في يوم عرفة في يوم طيب إن شاء الله علي أشكور بارك الله مرحبا أبو عبد الرحمن سلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ساك الله بالنور الشيخ بسأل يعني اليوم وغدا ويوم السابق إن شاء الله الأيام البيت صح طيب إذا في إنسان ما يقدر يصوم مثلا الخميس والسب يعني بس يقدر يصوم الجمعة يقدر يصوم الجمعة بأن حكم يعني أن يومي الأيام البيت يعني فقط يفرد الجمعة بس الجمعة نعم يعني فريع بيقول يعني مثلا إذا في الأيام البيت يعني اجتمال يخر خارج الحارج إن شاء الله يبو عبد الرحمن السؤال الثاني يعني قبل الركوع يقول الله أكبرicate يعني هم قائمين فبعض المعمومين فببعده بالركوع فقد يكون يذبق الإمام هو ما يدرون طبعا أنه الإمام يقول يقول الله أكبر وقائم وذلك يكون بين السجدين يقول الله أكبر وما يكون السجد وهو المعمومين ويذوقه قبل الإمام نعم نعم إن شاء الله هذه الأسئلة مرحبا عبد الرحمن بارك الله فيك الأخ علي بارك الله فيه من عمان سأل ثلاثة أسئلة في سؤاله الأول يقول الأخ علي بعض الناس لما يحصل حطأ من بعض العلماء وبعض المشايح يقول يقومون فيتهمون الإسلام يقول انظروا إلى الإسلام علي بارك الله فيك أولا بالنسبة للناس ليسوا بمعصومين وإنما المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله ولذلك القاعدة المعروفة أن العصمة ليست لأحد إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله لرسول الله فيما يبلغ عن الله ولكتاب الله عز وجل وكل من هو من دون الرسول صلى الله عليه وسلم فيصيبون ويخطئون الأمر الثاني بالنسبة للعلماء هم ورثة الأنبياء ولذلك الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفرق الله جل وعلا بين العالم وبين غير العالم قل جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب و النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء ورثت الأنبياء و إن الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما و إنما ورثوا العلم فمن أخذ وأخذ بحظ وافر و لكن هذه الرتبة السنية و هذه المكانة العلية للعلماء أكرمهم الله جل وعلا فجعل خطأهم في الاجتهاد أتكلم على أهل الاجتهاد الذين عندهم أدوات الاجتهاد و عندهم الأهلية للاجتهاد جعل خطأهم في الاجتهاد أجر واحد و لذلك جاء عند مسلم الحديث عمر بن العاصي رضي الله عنه و قال قال رسول الله صلى الله عليه و عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران و إذا اجتهد فأخطأ فله أجر الأجر ليس على الخطأ و إنما على الاجتهاد لأن هذا قام في مقام النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ دين الله و في نفع الناس و في تنقية الإسلام مما يشوبه و يكدره من الأخطاء و البدع و لذلك يجب على الناس أن يحفظوا مكانة العلماء و أن يبقوا الحشمة للعلماء المسألة الأخرى إذا أخطأ العالم لا يجوز لنا أن نوافقه على الخطأ لأن العالم يحتج له لا يحتج به فكون العالم يقع في خطأ ما نقول و الله هذا الصواب لأنه فعله العالم الفلاني لا نقول هذا خطأ لكن نبقي الحشمة للعالم نبقي المنزلة نبقي صورة العالم يعني مهابع عند الناس ما نسقط العالم و الخطأ ينسب إليه ما ينسب إلى دين الإسلام الخطأ ينسب إليه ما ينسب إلى دين الإسلام و لذلك هذه معروفة قاعدة معروفة ما من أمة من الأمم و لا ملة من الملة إلا وفيها علماء يخطئون ما سمعنا بأنه والله يقال بأن هذا العالم في الملة الفلانية ولا في الدين الفلاني ولا في كذا يسبون دينه ما سمعنا إنما يقصرون هذا على خطأ العالم وقد يوجد هناك أناس نسأل الله العافية والسلام قلوبهم مريضة فهم أصلا عندهم مشكلة مع الإسلام أصلا عنده مشكلة مع الإسلام فيريد أن يسقط الإسلام عن طريق تتبع الأخطاء فإذا وجد عالم من العلماء وقع في خطأ قال شوفوا الإسلام ما يقول شوفوا العالم فعنده مشكلة أصلا مع الإسلام هو هذا ما تملك لهم من الله شيء ما تملك لهم من الله شيء وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من المنافقين هذا ديدنهم وهذا هجيراهم وهذا مسلكهم يحاولون إسقاط الإسلام عن طريق أخطاء المسلمين فيعلي بارك الله فيك الإنسان أولا لا بد أن يعلم بأن دين الله منصور والله عز وجل حافظ دينه وأن الواجب على المسلم أن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يجادل بالتي أحسن وبالرفق واللين وأن لا يضيع عمره ووقته في من يعني يحاول أن يطعن في العلمة ويطعن في الصالحين لا يضيع عمره مع هؤلاء وإنما ينصر في تكميل نفسه وذاته في الدعوة إلى الله عز وجل من خلال المسالك الشرعية والطرق المرعية وأن يمتلك العلم الشرعي وأن يسهم في كل ما يستطيع في وفق القدرة والاستطاع في النفع في النفع أما قضية وجود من يطعم في الإسلام عن طريق أهل الإسلام هذا موجود من قديم ولن ينقطع ولذلك الله جل وعلا قال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ لاحظ نبي وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة فهناك شياطين من الإنس و شياطين من الجن يكرهون الإسلام لا يريدون الإسلام طيب كيف يسقطون الإسلام يتتبعون الأخطاء أبده إذا الشخص عنده وقع في خطأ خاصة المتبوعين ينظر إليهم الناس على أنهم قدوات هم غير معصومين مساكي وملامين على الخطأ يلامون لكن ينظرون إليهم فيريدون أن يشوّوا الإسلام عن طريقه مثل الآن بعض الناس لما يطلع خارج الدولة مثلا ويرتكب أشياء الناس لا يعرفون عن دولته فيقولوا نشوف هذا من البلد الفلاني ليش؟ لأنه رسم صورة سيئة لما يخرج خارج والحن ذلك نقول نلوم لكن قضية أنك تجي تسقط الإسلام علشان خطأ أو تقول والله الدولة كلها مثلا لا خير فيها هذا الظلم هذا الظلم ما يرضى إنسان لدي أدنى مسكة عقل وعموما يا علي بارك الله فيك الإنسان يهتم بتكميل نفسه وذاته دعوة إلى الله والحرص على بذل الخير والمعروف وهذا الأصوات هذه قد يعني تكون سبب من أسباب قوة أهل الحق في نشر الحق وفي أيضا الإبتعاد عن الأخطاء علي من عمان يسأل يقول ما حكم يعني الانتقام من شخص ظلمني علي بارك الله فيك أولا بالنسبة لمسألة الانتقام هذا كانت في الجاهلية كان هناك ما يسمى بالانتقام وهو أن يقوم الشخص فيعتدي على من اعتدى عليه بشكل فيه زيادة وإسراف في أخذ الحق بل يعني كان أهل الجاهلية يأخذون البريء بجريرة المذنب البريء يأخذونه بجريرة المذنب و لذلك الإسلام أبطل هذا الشيء اللي يسميه الانتقام و شرع القصاص شرع القصاص ففيما يتعلق بالحدود هذا منوط بولي الأمر السلقان الحاكم هو الذي يتولى إقامة الحدود فالله جل وعلا أناطها به لأن تحتاج إلى قوة و أما فيما يتعلق بالأمور التي دون الحدود و شخص يعني ظلمه آخر فيجوز له بحدود هذه المظلمة أن يقتص قال الله جل وعلا و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به و إن كان بعض أهل العلم ذكر هذه في مسائل القصاص و مسائل يعني إقامة الحدود مثلا و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل لحظة المثلية بمثل ما عقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين و يقول جل وعلا و جزاء سيئة سيئة مثلها و جزاء سيئة سيئة مثلها و قال العلماء هذا فيما يتعلق بأخذ الحق و لذلك مثلا لو أن شخص لطمك جاز لك أن تلطمه ب القدر الذي لطمك به و إن زدت الآن أصبحت أنت الظالم أصبحت أنت الظالم و لذلك من حيث الأصل يجوز للإنسان أن يأخذ حقه و لكن لا يزيد و في سنن أبي داود بإسناد اللابأس به أن عائشة رضي الله عنها سرق سارق منها شيء فأخذت تدعو عليه فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن لا تتجاوز يعني في قضية الدعاء لأن المظلوم أحيانا قد ينقلب إلى ظالم لما يزيد في أخذ حقه لما يزيد في أخذ حقه تخيل يا علي واحد أخذ منك مئة ريال و رحت أخذ منه مئة و عشرة صرت أنت الظالم كذلك الشخص مثلا سامحني سب والدك أنت رحت سبيت أبوه أمه صرت أنت الظالم و لذلك هذه المسائل دقيقة جدا هذه المسائل دقيقة جدا و النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا في أكثر من مقام فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عندي اثنين من الموالي يعني يعاندونني و كذا و كذا عند اثنين من الخدم اللي يملكهم و أنهم يعني متعبين يقول أحيانا أسبهم و أحيانا أضربهم و أحيانا كذا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن له بأن ما أخذته بمقدار هذا فهذا اقتصصت أنت فإذا زدت كنت أنت الظالم سيقتصوا منك يوم القيام فجلس الرجل يبكي قال هم عتقاء أحرار لوجه الله عتقاء لوجه الله أعتقهم قال أنا شاب غا أحمل نفسي ذنوب و يوم القيامة يصبحونهم يأخذون حقي فتتنبه لهذا يا علي بارك الله فيك الإنسان يحذر إليه إذا أراد أن يقتص يقتص بقدر المظلمة كما يعني صورت لك بعض الأمثلة علي يقول أنا سبق لي سؤال فيما سبق يعني قلت اللهم هل يجوز أدعو اللهم أن يسألك في يوم الجمعة و يقول بأني أنا أجبت قلت هذا لا يجوز لأنك تسأله بيوم الجمعة يقول هل فيه فرق علي بارك الله فيك و رضي عنك إذا قلت اللهم أن يسألك بيوم الجمعة أو في يوم الجمعة مثلا هذا معنى واحد إلا إذا قلت اللهم أن يسألك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة يجوز إذا قلت الله من يسألك في هذه الساعة المباركة في يوم الجمعة يعني مثلا من بعد صلاة العصر أما الله من يسألك في يوم الجمعة أو سألك بيوم الجمعة المعنى واحد كذلك يوم عرفة بارك الله فيك الله من يسألك في هذه الساعة المباركة من يوم عرفة مثلا هذا جائز أو الله من يسألك بيوم عرفة أو في يوم عرفة لا هذا تنتبه له بارك الله فيك أبو عبد الرحمن من الشارق بارك الله فيه يقول يعني اليوم و غدا و السبت هذه من الأيام البيض يقول هل يمكن أنني فقط أصوم يوم الجمعة مفردا لأني ما أستطيع أبو عبد الرحمن بارك الله ذيك أولا بالنسبة لصيام الأيام البيض سنة مستحبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة و السلام فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة و من حديث أبي ذر أيضا رضي الله و عنهما أن النبي عليه الصلاة و السلام أوصاهما و من جملة ما أوصاهما به صيام ثلاثة أيام من كل شهر و جاء في حديث آخر بيان هذه الأيام و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من كل شهر قمري عربي هجري المسألة الثانية بالنسبة لأيام هذه من أهل العلم من قال هي مقيدة هي مقيدة لأن جاء حديث مطلق و العلماء حملوا من صام ثلاثة أيام من كل شهر هذا حديث مطلق حملوا على المقيد الذي في الحديث الآخر و هو ثلاثة عشر و أربعة عشر و خمسة عشر لكن هناك قول بأنه لو صام مسلم من كل شهر ثلاثة أيام و لا يلزم أن يكون من أيام البيض نال الأجر بإذن الله مسألة الأخرى أخي الفاضل نهى النبي عليه الصلاة و السلام عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام و عن ليلتها بقيام و لذلك لا يجوز لك أن تفرد يوم الجمعة بالصيام إلا أن تصوم يوما قبله أو أن تصوم يوم بعده أنت الآن تريد أن تفرد يوم الجمعة لا تفعل هذا بارك الله فيك لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن صيامي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام و عن ليلة الجمعة بالقيام يعني شخص ما يقوم الليل إلا ليلة الجمعة نقول له لا أنت وقعت فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم و إذا أحببت يا أبو عبد الرحمن ممكن تصوم الأثنين و الخميس و الأثنين الذي بعده و إن شاء الله تنال أجر صوم الأثنين و الخميس و تنال أجر صوم ثلاثة أيام من كل شهر فضلي عمر السلام عليكم عليكم السلام و تلاه مرحبا سيخة أهلا و سهلا و مرحبا الله أحفادكم بارك الله فيكم و نحبكم في الله حبك الله يا أخي سيخة عندنا سؤالين حكم من عاشر أهله و هو في سهر في زيارة لأداء شعائر العمر عمر أي نعم عمر لا لا أعد السؤال لأن الصوت اختفى عندي حكم ماذا يعني ما حكم من عاشر أهله و هو في زيارة لأداء شعائر العمر أي وهو محرم لا ما كان في مكة يعني خلاص استبت العمر الأولى تقريبا و تاني يوم يعني صارت خلوة و تالت يوم و رابع يوم صار في مرتين يا عمر عمر الذي فهمت منك بأن شخص ذهب إلى العمر اعتمر و تحلل و خلص من العمر و بعدين حصل أنه يعني أتى أهله هذا سؤالك نعم و بعدين بعد من انتهى ذهب يعني و اعتمر مرة ثانية نعم واضح السؤال الثاني السؤال الثاني إذا يعني هل يجوز سيخي أن امرأة توفى زوجها و هل يعني تقدر تحفر بئر و تخليه يعني في توابه في سبيل الله يعني هل يجوز يمشي على زوجها نعم على زوجها إن شاء الله يا عمر إن شاء الله عبشري عمر الله يبسر مرحب 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 شكرا فضل أبو محمد عليكم السلام عليكم عليكم السلامة الله كيف حال يا شيخ خير و نعمة الله يبارك فيك شيخ أنا عندي طالة عمك نخلات في البيت ايه و حل عليها نزكاه إن شاء الله و كم يعني ذكاء في البيت أنا ما أتكلم عن مزرعب نعم الله يجيك خير مرحب أبو محمد شكرا بارك الله يبارك فيك أحفظك طيب أبو عبد الرحمن من الشارق يقول في بعض أمة المساجد في الصلاة يكبر للركوع و هو قائم و كذلك يكبر للسجد الثاني و هو جالس يقول بعض المأمومين يسابقون لأنه ما يدرون ما حكم ذلك يا أبو عبد الرحمن أنا و الله سبق أنني وجهت رسالة لأخواني أمة المساجد أن يتقوا الله عز وجل و أن يتعلموا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام و هذا لا يعني أن هذه رسالة لجميع إمة المساجد لا لبعضهم الذين يقصرون في القراءة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يقصرون أيضا في القراءة في الأحكام الفقهية الشرعية المتعلقة بأحكام الإمام و الإتمام و من جملة الأخطاء التي يقع فيها كثير من الأئمة هدانا الله و إياهم ما ذكره الأخ السائل بارك الله فيه أبو عبد الرحمن حيث أن بعض أمة المساجد إذا جاء ليركع يضع فمه على اللاقط الآخذ يقول الله أكبر و بعدين يركع من خلفه لا يرى خاصة المساجد الكبيرة فهم يركعون و يسابقون لأنهم ما يدرون كذلك بعض إمة المساجد هدانا الله و إياهم إذا جاء ليرفع من الركوع ما يقول سمع الله لمن حمد لما يبدأ بحركة الانتقال إلى القيام و إنما يقوم حتى إذا استوى قائما و اعتدل قائما قال سمع الله لمن حمد و عندنا نحن مسألة و هي قضية أن المسبوق يدرك الركعة بإدراك الركوع فإذا جاء مسبوق و لم يلتفت إلى الإمام في أيمن الصف و إلا أيسر الصف و ركع و الإمام قد قام من الركوع يعني من الذي يتحمل هذا الخطأ الإمام هو الذي يتحمل الخطأ كذلك بين السجدتين الآن بعض إمة المساجد قبل أن يسجد السجد الثاني يقول الله أكبر و من خلفه يسجد قبل الإمام و هو لا يدري و لا يتعمل ذلك من الذي يتحمل خطأ هذا الإمام الإمام سيسأله الله سبحانه و تعالى و لذلك يا أخواني بارك الله فيكم أئمة المساجد قضية ليست قضية جمالية الصوت صحيح مطلوب بأن الإمام يكون صوته جميلا غضا طريا لكن فيه هناك أهم من جمالية الصوت أهم من كون الصوت يعني يرتل فيه القرآن ترتيلا و هي أحكام الصلاة يتعلم أحكام الصلاة و أنا بنفسي صليت وراء بعض الأمة مثل ما ذكر الأخ السائل بل أشد في مخالفات كثيرة عند أمة المساجد و مثل هذه القضية التي الآن و صليت خلفه إمام في مسألة السجود يقول الله أكبر حتى يعني يضع حتى يلتقط الآخذ صوته و الذي وراه سجدوا الذي وراه سجدوا ما يدرون الإمام أنه ما زال جالسا فهذه أخطاء يعني قاتلة مثل ما يقولون و الإمام هو الذي يتحمل المأموم هذا الذي حصل منه صلاة صحيحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم و إن أخطأوا فلكم و عليهم سيأتي الإمام يوم القيامة يتحمل هذا يتحمل هذا سيسأله الله عز وجل فيا أخواني إمة المساجد يعني اتقوا الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن و المؤذن مؤتمن اللهم أرشد لأئمة و وغفر للمؤذنين أنت ضامن و اترك عنك هذا اللاقط ابعد الميكروفون هذا ابعده عنك أغلب الناس الآن لديه ولع بهذا اللاقط حتى بعض الإمة المساجد يميل إلى جهة اليمين أو اليسار علشان اللاقط و بعض الإمة المساجد ينحني ينحني إنحناء لأجل اللاقط و هذا والله ما أقول هكذا ممارسات عملية أنا أشاهدها بنفسي و سبق أني نبهت كثير على مثل هذا الأمر اللاقط هذا وسيلة أبعده عنك ولا تجعل نفسك يعني تبني صلاتك على الميكروفون ولا تدفع بنفسك وتسحبها إلى الميكروفون اللاقط اجعله في مكان بعيد و صلي يعني و انظر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للانتقال من القيام إلى الركوع تقول يعني تجمع بين القول والفعل الله أكبر تبدأ من بداية حرف الأول من حرف الجلالة تبدأ بالحركة إلى الركوع حتى تنتهي بحرف الراء فتستقر راكعا و لما ترفع تقول سمع الله لمن حمده تبدأ من بداية رفعك من الركوع و تنتهي بسمع الله لمن حمده الها عند القيام كذلك السجود الآن كثير من أئمة المساجد لما يسجد ما يكبر يكبر و قد وضع رأسه على الأرض و التكبير هذا يقول العلمة هذه التكبيرات الانتقالية هذه تكون بين الركنين ما تكون في الركن لما تضع رأسك على الأرض تقول سبحان ربي الأعلى ما تقول الله أكبر و في بعض العلمة يبطل الصلاة يقول الصلاة باطلة فيه بعض العلمة أنا ما أقول كل العلمة يقول الصلاة باطلة لماذا؟ قال لأنه أتى بذكر واجب في غير مكانه و في غير محله أتى بذكر واجب للتكبير هذه في غير مكانه هذا ليس مكان السجود قول الله أكبر محل السجود قول سبحان ربي الأعلى فلذلك يا أخوان إمة المساجد اتقوا الله في أنفسكم المسألة ليست سهلة هذه أمانة كل من خلفكم سيسألونكم أمام الله جل وعلا كل من خلفكم الآن سيسألونكم أمام الله حتى قضية السنة يعني بعض الأئمة المساجد ما يعرف من سنن الصلاة شيء ما يعرف من سنن الصلاة شيء بعض أمة المساجد أبدا صلاة جافة ناشفة يابسة ما فيها لا رفع الأيدي في التكبير يعني أغلب طبعا الصلاة فيها سنن كثيرة أكثر من الواجبات أبدا إهمال كامل لسنن الصلاة طيب هذا الذي وراك يعتقد يراك قدوة المأموم يراك قدوة فهو يقلدك إذا تركت السنة ترك سنة ما يدري لأن عامه فالغالب أنهم عوام ولذلك أكرر نصيحتي لإخواني أمة المساجد أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يراجعوا كتب العلم وأن يقرأوا في صفة صلاة النبي في البخاري ذكر سرد أحاديث عن صفة صلاة النبي في مسلم أحاديث عن صفة صلاة النبي في السنن الأربعة في مسند أحمد في موطأ مالك في المعاجم الثلاثة للطبراني موجودة موجودة اللي ما يستطيع يشتر الكتاب يدخل عن طريق المواقع الإلكتروني يجد الحمد لله الكتب موجودة وكأنها بين يديك أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وصلاة جل وعلا يبصرنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عمر من الشارق يقول يعني ما حكم الشخص الذي ذهب إلى العمرة وقد انتهى منها ثم حصل أن خلى بزوجته ويعني جامعها ما حكم عمرته يقول وبعد ذلك ذهب يعتمر عمر بارك الله فيك أنا سأجيبك على سؤالك هذا وأما تكرار العمرة أنا لي جواب سابق من يتابعني يعرف هذا الجواب لكن عموما أخي الفاضل لا حرج في ذلك مدام أنه قد أتى بالعمرة وتحلل منها حلت له امرأته ولله الحمد والمن المحرم أن يأتي امرأته بعد الإحرام يعني أحرم ودخل في النسك لا يجوز له أن يأتي امرأته ولا أن يباشرها حتى يتحلل فإذا طاف وسعى وقصر أو حلق وذهب مثلا وخلى بزوجته يجوز له ذلك والحمد لله عمر من الشارق يقول هل يجوز للمرأة أن تحفر بئرا وتجعل ثوابه لزوجها عمر بارك الله فيك الجواب نعم يجوز للمرأة أن تحفر بئرا وتوقف هذا البئر ترجو ثوابها لزوجها يجوز للرجل أن يحفر بئرا ويجعل ثواب هذا الوقف لزوجته الميتة مثلا وهكذا يعني الناس مع الوالدين مع الأولاد مع الإخوة مع الأخوات الأمر جائز ولله الحمد والمن وقد صح أن سعد بن عباد أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لا تصدقت فقال تصدق عنها بالماء الماء هذا من أفضل الصدقات وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سبع تجري على المسلم بعد وفاته أو بعد موته وذكر منها إكراء نهر وحفر بئر التصدق بالماء فهذا طيب بارك الله فيك فضل يا حنان السلام عليكم يا شيخ عليكم السلامة الله إن شاء الله الحمد لله يا شيخ عندي ترك أسئلة أول سؤال هو بالنسبة سؤال سابق بالنسبة للسجاد اللي خبرت أنه هي مرتفعة قليلا أنا سمعت الإجابة بس ما فهمت صراحة كيف رأسي يكون ثابت فهو يعني وانا بس جد رأسي ثابت وحسى أنه على السجادة ولكن السجادة مرتفعة عن الأرض الآن السجادة هذه مريحة لي كثير في السجود في وضعية السجود لأنه من غيرها صحة جدا أنه أقير بالسجود نعم طيب فهي هذا الفرق اللي معايا هل أنا لازم تكون راتي على الأرض أشتاث الأرض بالضبط ولا عادي طيب السؤال الثاني كنت بعمرة أنا وزوجي ولما خلصنا فعادة هو بيأصلي يعني هو بيأخذ من الشعر وهو لسه محرم وبعدين أنا بأخذ من الشعر أو العكس في أحد هنا خبرنا أنه لا يجوز وأنه لازم حدا محلل هو اللي يأصلكم الشعر فممكن أعرف هل هذا الكلام صحيح أو لا أو عادي أنه شخص غير محلل هو اللي يأصلي يأخذ من الشعر يعني إن شاء الله السؤال الأخير بالنسبة لإفراد يوم الجمعة أنا كنت زمان إفراد يوم الجمعة في صيام القضاء وهو مش لسبب قهري ولكن لأن يعني يوم الجمعة بالنسبة لي كان أنسب يوم للصيام وما أقدر أصوم متتابع يعني أحياناً بأخذ يوم يوم بين يوم ويوم فأحياناً كتيراً كنت أصوم فقط الجمعة فهل هذا الفعل جائز أم لا إن شاء الله سلام الله يا عبي مرحب أبو صالح سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا أود جاء الله يجيه خير بتوضيح يعني ما يجب على الإمام يعني الشاهد يعني كل ما قلته يعني موجودين في بعض الأمم يالله يهدي الجميع سألني لو الله فلا كان الحمد لله أركع وأسجد على السجادة لكنني أقعد على الكرسي حتى تقيم الصلاة وأقرأ قرآن على ما أقول الشوبة يعني أركب ذاتي هناك نعم أقرأ وأنا على الكرسي حين تقيني آية السجدة هل أسجد على الأرض أو أسجد ولا على الكرسي وأنت الأصل تصلي على الأرض نعم نعم صلي الحمد لله على السجادة سألت تاني الله يحفظك عندما يأذن في المسجد أو أضي وإذا أتننا في البيت يعني أستننا النافلة وبهبت إلى المسجد هل يلزمني أن أركع في المسجد ركعتين كذلك يعني قصدك تصلي في البيت ركعتين أصلي في البيت ركعتين نعم ثم ألب إلى المسجد تمام عندما أدخل المسجد هل يلزمني كذلك عند دخول المسجد أو تفيد ركعتين البيت إن شاء الله الله يحفظكم مرحبا مرحبا أبو محمد من رأس الخيم يقول أنا عندي انخلات في البيت يقول هل عليها زكاة أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة للتمر فيه الزكاة سواء كان النخل في البيت أو في العزبة أو في المزرعة أو في الحديقة أو في الشارع ما دام يملكه الإنسان فإذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق خمسة أوسق وتقدر طبعا بالوزن الحالي اللي الناس ما يعرفون الأوساق تقدر بالستمائة كيلو فأكثر بعض العلم يقول ستمائة واثناش بعض العلم يقول ستمائة واربع وثلاثين خمس وثلاثين كيلو جرام لكن حقيقة اللي عنده ستمائة كيلو يعني التمر اللي عنده اللي في انخلات البيت أثمرت ستمائة كيلو فأكثر كيلو جرام فأكثر وجبت فيها الزكاة فيجب عليك يا أبو محمد إذا بلغت بلغت التمر اللي عندك ستمائة كيلو فأكثر أن تخرج الزكاة يعني بعض الفضلة يقول اللهم بارك بعض النخل يعني يعني تثمر ميتين وخمسين ثلاثمائة يعني يقول خل وحدة يقول لأحد الفضلة خل وحدة أحيانا تجيب ميتين وخمسين إلى ثلاثمائة كيلو فلذلك اللي عنده نخل في البيت ينتبه بعض الناس الآن يطلع التمر يهديه يمين ويهديه سار ويتصدق وينسى الزكاة لا يجب أن تزكي والزكاة لهنية الزكاة لهنية لابد تنوي وتحسبها بحساب دقيق بحساب دقيق الستمائة كيلو هذه تخرج العشر العشر إذا كانت تسقى بماء السماء أما إذا كنت تسقيها بكلفة وبتعب ومن مشروع البلدية مثل ما يقول المي وتدفع هواتير هذا نصف العشر نصف العشر يعني إذا طلعت أخو يا أبو محمد إذا طلعت بالنسبة لنخلك إذا مثلا قلنا ألف كيلو ألف كيلو اطلع بارك الله فيك العشر اطلع العشر فتنتبه لهذا بارك الله فيك حنان من الشارق من السعودية عفوا حنان من السعودية تقول يعني هي سألتني فيما سبق عن الصلاة على سجادة تقول من طبقتين أنا أذكر السؤال وقالت أني أنا ما استوعبت الجواب من حيث مسألة استقرار الرأس تقول يعني كيف هل لازم أني أنا أكون يعني وضعت رأسي على السجادة كما أضع على الأرض أختي حنان بارك الله فيك طبعا مثل ما ذكرت لك الجواب النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ذكر الجبهة واليدين والركبتين والقدمين الجبهة والأنف يجب أن تستقر على الأرض سواء على تراب على بلاط على رخام على سجادة على فراش فإذا كانت السجادة طبقتين وراسك استقر يعني كأنه مستقر على الأرض ما يرتفع وينزل واضح هذا المعنى يعني بعض الآن تتصورين أحد يسجد على على صوف مثلا منفوش لا ما يمكن إلا أن يكبس رأسه على قطن ما يمكن إلا أن يكبس رأسه على الأرض لذلك أنا أعتقد أني فصلت لك تفصيل دقيق جدا ما أدري كيف تقولين ما فهمت ذكرت لك بأن الرأس يكون مستقر ما يتحرك كما يستقر على الأرض فيأخذ الرأس والرقبة راحتها في السجود فما يكون اعتمادك على يديك بحيث أن الرأس يكون مرتفع كما كمن يسجد على قطن ولا صوف هذا المعنى لذلك اللي أنا فصلت لك لأني أعرف أن بعض الناس قد يشكل عليه مثل هذا الأمر وقد يقع في خطأ مثل هذا الأمر بالنسبة للسجادة طبقتين للسجادة هذا فيه استقرار تستطيعين تستقرين على الأرض يعني بحيث تجعلين الرأس الجبهة والأنف يستقران على على السجادة فصلاتك صحيحة ولله الحمد حنان تقول يعني ذهبت أنا وزوجي إلى العمرة تقول يعني زوجي هو الذي باشر قص شعري لأتحلل وما زال محرما تقول يعني سمعنا بعض الناس يقول بأنه لا يجوز أن يباشر التحليل للمحرم إلا حلال هل هذا صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح يجوز للحجاج والمعتمرين أن يقص بعضهم لشعر بعض أو يحلق بعضهم لبعض ولو كانوا محرمين ولو كانوا فإذا كان شخص شخصاني انتهيا من العمرة فقام أحدهما مثل ما حصل مع الأخت حنان قام زوجها ليقصر شعره وهو ما تحلل بعد يجوز ولله الحمد وليس له علاقة بقضية محظورات الإحرام هذا متعلق به هو قبل أن ينتهي من العمرة قبل أن ينتهي متعلق به هو أن يأخذ من شعر رأسه هو ولو افترضت الآن محرم قبل ما ينتهي من العمرة راح وقص شعر إنسان آخر مثلا ما في شيء ولله الحمد ولمن حنان من السعودية تسأل تقول أنا كنت قديما أفرد يوم الجمعة في صوم القضاء تقول لأنه مناسب لي بالنسبة ليوم الجمعة أختي حنان بارك الله فيك يجوز بالنسبة لمن كان عنده صوم واجب يجوز له أن يصوم مثلا أن يفرد يوم الجمعة لأنه جاء في بقية الأحاديث إلا فيما افترض عليكم إلا فيما افترض عليكم ولذلك إذا كان الإنسان يرى بأنه ما يستطيع الصوم إلا في هذا اليوم صوم القضاء يجوز لأنه فريض بارك الله فيك المنهي عنه صوم النافلة أن يفرد الجمعة يخصص الجمعة بالنافلة أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني أنا يعني أسجد على يعني يقول أصلي على السجادة لكن إذا جيت أقرأ القرآن في المسجد يقول أجلس على الكرسي أو في البيت يقول لأني شوي عندي ركب تعبان إذا مرأت بسجدة سجدة تلاوة أسجد على الكرسي يقول لعلى الأرض أبو صالح بارك الله فيك وعافاك الله وشفاك كتب أجرك بالنسبة لسجدة تلاوة سنة لو تركتها متعمدة ما عليك شيء لو تركت سجدة التلاوة عامدا متعمدا ما عليك شيء وهي سنة مستحبة يسجد الإنسان إذا مرأ بسجدة التلاوة على السنية والاستحباب الأمر الثاني مدام أن لديك القدرة على الصلاة على الأرض فإنك تسجد على الأرض ما تومئ وأنت على الكرسي بسجدة التلاوة وإنما تضع المصحف في مكان يليق بمقام المصحف وتروح وتسجد على الأرض سجدة التلاوة ثم ترجع وتجلس على الكرسي تفضل يوم محمد سلام عليكم شيخ عليكم السلام رحمة الله أخوين أنا بعض المرات أولدي يأخذ مني عشرين أربعين جدي آخر الشهر وإذا جاء معاشة رد هلي خمسي أي ما أدري هذا يعني ربا ولا هو من كيف هو تشري من كيف يعطيني يعان خمسي أي والسؤال الثاني الميت الميت الحين إذا مات ليش يحطون بخشمة قطن يسكرون حلقة في قطن شاب والسؤال الثالث ذودي كل ما ضيعت للشيء ولا نسيت أي شيء جاب القرآن قال حلفي عليك أنا أقول لهم ما يجوز يعني حلف على القرآن كل ما ضيع شيء قال لا حلفين على القرآن نعم الله يحضرك خير ويرحم والديك والديك مرحب تفضل معبد الله السلام عليكم عليكم السلامة يا شيخ الله يحفظك كنت في المستشفى وقدنا الظهر وسلقه وبدأت أصلي ثم لانتني الممرضة وأنا في الركعة الأولى واستغفروا ربي العظيم أنك تعطى الصلاة ورحت مع الممرضة لأنه قعدت تنادي 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 وبعدين رجعت عدت الصلاة قال علي شيء يا شيخ والتصرفي صحيح شعالي معبد الله الله يحفظك يا رب شكرا جزاك الله مرحب أختي أم فرقد أم فرقد تفضل أم فرقد السلام عليكم عليكم السلامة الله مرحب أختي الله يرضى عليك عندي تعقيب على سؤال الأخ أبو عبد الرحمن على يوم الجمعة هو كان قصدا حسب ما فهمت من سؤاله أنه يريد يفطر الجمعة اللي هي يوم من الأيام البيض فأنا تمر علي من أصوم يعني أيام البيض بس مرات مثلا الجمعة تكون عندي ضيوف أو أريد أطلع فأفطر يعني كل الأيام فهلي جوز يعني سمعتك هستقل يصير يعني وأحصل نفس الأجر إذا أفطر الجمعة وأعوضه إن شاء الله يا أم فرقد الله يقضى عليك شيخ عندي سؤال إليك ولو محرجان لا خلي المحرج بعدين أخت الفاضل سامحيني الله يبارك فيك يا حبابك نعم طيب الأخت الأخوة أبو صالح أبو صالح يقول أحيانا يقول أنا أتوضأ في البيت وأصلي السنة لما أذهب إلى المسجد هل أصلي السنة أبو صالح نعم ما دام أنك تريد الجلوس وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فأنت اللي صليت في البيت هذه سنة قبلية أو سنة الوضو مثلا أو سنة الوضو إذا دخلت المسجد والصلاة لم تقم بعد وأردت الجلوس لابد أن تصلي ركعتين لنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يخطب رأى رجلا دخل اسمه سليك الغطاف هاني فجلس فقال له صليت ركعتين قال لا قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهم يعني خففهما هذا على يوم الجمعة فكيف بقيت الأيام فإذا دخلت المسجد وأردت الجلوس ما تجلس حتى تصلي ركعتين حتى ولو كنت قد صليت في بيتك أم محمد من الكويت تقول يعني عندي ابني أحيانا أعطيه مثلا مبلغ أربعين دينار مثلا أو خمسين أو شيء تقول إذا جاء يرد في آخر الشهر تقول يعطيني زيادة هل هذه ربا أم محمد بارك الله فيك ليس يعني ما يقوم به ابنك ليس من الربا لماذا لأنك أنت ما اشترطت هذا الشيء يكون ربا متى إذا قلتي لهذه أربعين ورجعها خمسين نعم يكور ربا أما تعطينا أربعين وهو يكرمك ويبرك ويهديك هدية ويزود عليها ما في شيء ولله الحمد والمن وهذا ليس فقط بين الآباء والأمهات مثلا والأولاد حتى مع الآخرين يعني لو أن شخصا أعطى شخص آخر مبلغ مالي أعطى شخص أعطى شخص مبلغ مالي أعطى مثلا أفترض ألف درهم قرض فلما جاء يسدد أعطى الألف وزيادة عليمية وهو ما تطلع لهذا ولا اشترط هذا الشيء هذه هدية ما فيه شيء ما لا علاقة في الربا اللي علاقة في الربا أن المقرض يشترط الزيادة المقرض هو الذي يشترط الزيادة عموما ما عليك شيء وابنك ما أجور إن شاء الله أم محمد من الكويت تسأل تقول يعني ليش الميت يضعون في أنفه قطن وكذا وفي فمه مثلا أختم محمد بارك الله فيك يعني بالنسبة لي هذا صيانة للميت وحماية له من أن يدخل شيء من الدود أو النمل أو شيء من هذا القبيل لما يدفن وأحيانا قد يكون بعض الموتى يصدر من هذه المخارج شيء من الدم أو الصديد أو شيء فيضعون القطن فيتختلف ولذلك يضعون هذا من باب منع الحشرات أن تدخل إلى الميت عن طريق هذه المنافذ أم محمد من الكويت تسأل تقول زوجي كل ما ضيعت شيء جابت المصحف وقالت جاب المصحف عفوًا وقال احلف عليه تقول أنا أقول لهذا ما يجوز ما حكم ذلك أختي أم محمد بارك الله فيك بالنسبة لي الأمور البيتية من الطبيعي جدا أن ينكسر إناء وأن يضيع شيء وهذا موجود في كل بيت وفي كل أسرة وفي كل محل ولذلك واجب على زوجك أن يتقل الله عز وجل وأن لا يمارس مثل هذا التصرف المبني على عدم الثقة بزوجته وبأم أولاده ومن الخطأ الكبير أنه يحلفها على أشياء ربما تكون تافها ما تلق بمقام القرآن ولذلك زوجك يجب علي أن ينتهي وأن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إلى الله من هذا الفعل أنه كلما لو ضع قلم أو ملعقة أو شيء قال أحلف على المصحف هذا كلام غير صحيح يعني ممكن إذا كان والله فقد أموال فقد ذهب فقد أشياء وحامت الشكوك حولك مثلا ممكن أما قضية كل ما ضع شيء قال يلهج هذا المصحف وتعالي أحلف هذا كلام ما يليق وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن حيني أقول هذا الكلام حياة مبنية على عدم الثقة بأقرب الناس إليه يتق الله ويتوب إلى الله ويترك هذه العادة هذا لا يليق الله جل ويقول وحفظوا أيمانكم وحفظوا أيمانكم و الحلف على المصحف هذا ما يلجأ إليه يلجأ إلي بعض القضاة في قضايا يعني صعبة جدا أما قضية حاجة تافه ضاعث من البيت تعالي والله حلف على المصحف لا يتق الله و يخاف الله و يترك هذه العادة و يجب على الزوج أن يثق بزوجته بأم أولاده و على الزوج أن تثق بزوجها أبو أولادها لها بد من الثقة المتبادلة و أقول له كيف تعيش الأسرة بناء على مثل هذه الظنون و هذه التخرصات و هذا الشك و عدم الثقة فلذلك أنا أدعو زوجك و كل زوج يمارس هذا اللون من التعامل المبني على عدم الثقة و المبني على الاتهام و الشك أن يترك هذا الشيء نترك هذا الشيء بارك الله فيك و فيه عمو من أختم و محمد أنا أنصحك بأن لا تحليف أنت الآن قلت لي لا تحليفين يقول أنا ما ما أحلف على المصحف أنا امرأة صادقة و ما أحلف على المصحف الشغل اللي ضاعت أنا ما أدري عنه لا يمتهن المصحف بمثل هذه القضايا التافهة المصحف هذا كلام الله صفة من صفاته منزل غير مخلوق من الله بدأ و إليه يعود بارك الله فيك أم عبد الله من السعودية تقول أنا كنت في المستشفى و أذن الظهر و دخلت أصلي تقول أثناء الصلاة لما شرعت في الصلاة نادثني الممرضة و خفت يروح علي الموعد فقطعت الصلاة و بعدين أعدت الصلاة أم عبد الله أم عبد الله الحمد لله أنك أعدت الصلاة أعدت الصلاة يعني هذا نعمة في الوقت لكن كان الأصل أنك تقلبينها إلى نافلة ثم تقطعينها ممكن الأصل لأنك دخلت في فريضة و الله جل وعلا يقول و لا تبطلوا أعمالك و لذلك جماهير أهل العلم على أن المصلي إذا دخل في صلاة الفريضة فلا يجوز له أن يقطعها ما يقطعها إلا لسبب و هي مبطلات الصلاة مثل خروج الريح مثلا خروج الريح يقطعها و يتوضأ و يرجع أما إذا كانت نافلة فالراجح من قول أهل العلم أنه يجوز للمتنفل أن يقطع النافلة بعد الشروع فيها إلا الحج و العمرة الحج و العمرة الحج النفل و عمرة النفل و ليس الفرض عفوا مع الفرض حج العمرة الحجة الإسلام و حجة النفل و عمرة الواجب و عمرة النفل هذا ما يقطعها لماذا؟ لقول تعالى و أتم الحج و العمرة لله أما الصيام النفل مثلا صائم الاثنين و حب أنه يقطع يقطع الصائم المتطوع أمير نفسه أما من يصلي ركعتين سنة فيقطعها في الراجح من قول أهل العلم قالوا لأن القاعدة الشرعية يجوز قطع النفل بعد الشروع فيه الصدقة مثلا قال أتصدق بي يريد أن يتصدق ثم تراجع يجوز مدام صدقة مع أن الأفضل الإكمال فلذلك أختم عبد الله و إن شاء الله ما يحصل لك هذا مستقبل لكن لو حصل إقلب نية الصلاة الآن أنت في صلاة الظهر إقلب النية في قلبك لأنها ركعتين و ممكن تقطعين إذا شعرت بأن ممكن يروح عليك الموعد تقطعين أو تذهبين أو تكملي ركعتين و ممكن تدركين الموعد نعم الأخت أم فرقد بارك الله فيها تسأل تقول يعني أحيانا هي طبعا تعليق على سؤال الأخب و عبد الرحمن فيما يتعلق ب إفراد يوم الجمعة بالصيام قالت أحيانا أنا أصوم مثلا الخميس و الجمعة و السبت مثلا يصير عند ضيوف يوم الجمعة أفطر يعني يعني الكرام الضيوف و كذا ممكن أقضي بعد ذلك أختي أم فرقد بارك الله فيك أنا فصلت في هذا قبل أقالي أولا تخصيص يوم الجمعة فقط بالصيام النفل هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة و السلام ثانيا صيام يوم الجمعة صيام فريضة يجوز إلا فيما افترض عليكم ثالثا إذا وافق يوم الجمعة أحد الأيام البيض الثلاثة إما يكون اليوم الأول أو الثاني أو الثالث يجوز صومه مع الثلاثة طيب هل لو أفطر الإنسان و أراد أن يأتي بيوم آخر يجوز من ذهب إلى أن الأيام البيض هي المقيدة بهذه الأيام قالوا لا ما يصرح ما يكون من الأيام البيض و من ذهب إلى أن من صام ثلاث أيام من كل شهر و لا يلزم أن تكون الأيام الثلاثة قالوا يجوز له ذلك فممكن يا أخت الفاضلة إذا حصل طرع عندك شيء أنت صايم الأيام البيض صمت يومين باقي يوم ممكن تقضي له سواء الجمعة أو غيره أو تصلينا في الأسبوع الذي بعده فضل يا هند السلام عليكم الشيخ عليكم السلام رحمة الله يا شيخ الله يطول عمرك يا شيخ أنا ما أقدر تعبانا مزبحتني يا شيخ الدوخة ما أقدر ما أقدر أقف ما أقدر أجلس ما أقدر أسويات حركة أصلي ونجاسة الفرض والسنة هذا اللي يستطيع يا شيخ ما أقدر يا شيخ رحت الأطب ورحت التكاتر وكل شيء يقول ما في شيء بس سمعت نقص بالحديد مرة الحديد معت ثلاثة وأنا يا شيخ تعبت لجيت أبصلي أقول الصلاتي عند الصلاة لجيت أصلي أقول ناكسة أو زايدة إذا جيت عند الوضو أعيد الغسل العضو مرة ومرتين وثلاثة وأنا تعباني يا شيخ معدر الله عافية إذا جيت لجيت أباك للعلاج يا شيخ أقول كلتا العلاج أرجع وأقول أسأل كلتا العلاج أرجع أقول ما كلتا أرجع أكل ثانية مرة يا شيخ تعبت والله العظيم أنني سعب الله عيننا وياك يتسمعين الجواب يا هند الله عافية تبيك تعطيني تعطيني شيء رائعني إن شاء إن شاء كلام شيء إن شاء أبشر يا هند بارك الله فيك بارك الله فيك أبو سعيد سلام عليكم دكتور عليكم السلام وبركاته الله يحييك مرحبا الله يحفظك طرعا عنكم بالسؤال عندي واحدة مثلا وتوفى زوجها وخلف العيال واحد من العيال من القصر طبعا من فلوس القصر ما يعطون الأهل يضل حق الضفل نفسه مسموح لهم فقط يخلون على قدر يقول مثلا أربعة ثلاث يخلون مثلا ألف وخمسين والباقي يضل في صندوق القصر اليوم يكبر الولد كيف زكاة الشيء هذا ومش موجود عندهم موجود في هيئة القصر نعم نعم إن شاء الله أبشر أبو سعيد هذا السؤال السؤال الثاني الله يسلمك على حين دخلت المغرب قبلها بخمس دقائق أو ست دقائق ممكن أصلي تحيط المسجد ولا أنتظر يعتبر الوقت هذا مثلا مثلا مسموح كفاء أخطر رقعتين ولا أنتظر بعد الأذان صدقعتين نفسنا إن شاء الله إننا مستحبة طبعا أبشر أبو سعيد الله يزيك الخير شيخنا مرحب ومسهلة طيب هند من السعودية بارك الله فيها طبعا هند تشكي مرض مسكينة تقول بأنها تعبان وعندها دوخة تصلي قاعدة هي تصليت فرض بالنفل تقول أصبح عندي نسيان حتى في قضية العلاج تقول أكرر أكثر من مرة بسبب أني أنسى يا هند بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك قلت الفاضل أولا بالنسبة للمؤمن مبتلى في هذه الدنيا والابتلاءات أنواع وأنت الذي فيه هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى والابتلاءات ما يسلم منها لا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا صغير ولا كبير هذه الابتلاء هذه سنة الله في الخلق والعباد قال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرَ الصَّابِرِي قلوه النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبده ابتله والأمراض التي أنت تعانين منها لا شك بأنها نوع من أنواع الابتلاء وهذه ابتلاءات يكفر الله عز وجل بها السيئات والخطايا ويعظم بها الحسنات ويرفع بها الدرجات ولذلك أهل العافي يوم القيام يتمنون لو كانوا من أهل البلاء من أهل الأمراض لماذا؟ لما يرون أهل العافي يمشون وليس عليهم خطيئة فاحمد الله واشكر الله ولا تشكين الخالق إلى المخلوق احذر يا هند بعض الناس الآن يشكي الله لخلقه يتكلم دائما أنا والله فيني كذا فيني كذا لا لا اشتكي إلى الله عز وجل قال تعالى وَإِذَا مَرِدْتُ فَأَوْيَشْفِيهِ وَلِذَلِكَ إِذَا سَعَلُوكِ قُولي نعم فيه لكن هذا إخبار وليس شكوى أنا ما أشكو إلا لله وحذي لأسب الشديد كثير من المسلمين عندها التسخط وعندها كثرة الكلام والله أنا فيني كذا وفيني كذا وفيني كذا كأنه يشكو الله عز وجل للمخلوقين وهذا شيء عجيب نعم هذا هو الأصل حتى لو ما قصد الإنسان الواقع بأنك قاعدين يعني يشكون الله للمخلوقين والمخلوقين مساكين ما يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور فقولي الحمد لله و اعلمي بأن هذا الابتلاء خير لك في أصل الأمر وإن كان فيه آلام وأوجاع وحزن لكنه خير ستجدين يوم القيامة ويكفي الحمد لله أنك مصلي كثير يا هند من اللي الله عز وجل أنعم عليهم بالصحة والعافية ما يصلون وانت أكيد تعرفين عندكم ناس عند أموال وصحة وعافية وما يصلي أنت الحمد لله الله عز و فتح على قلبك تصلين يعني هذه من أعظم النعم أن الله عز وجل يهدي عبده ويد العبده على طريق الخير وأما صلاة قاعدة نعم يجوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصيب من حديث عمران قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فلذلك الإنسان يصلي قائما الأصل طيب ما استطعت تجلسين على الكرسي ولا على الأرض بارك الله فيك وقضية والله مسألة النسيان هذه مسألة تنتبهين لها أنا لست بطبيب ولكن هذا خطر عليك وخطر على صحتك وإذا كان عندك مشكلة في نقص الحديد يعني فيه مجالات ممكن تعالجي نفسك النبي صلى الله عليه ورساله قال تداوو يا عباد الله ما أنزل الله دان إلا وأنزل له شفاء عليمه من عليمه و جهله من جهله عموما بالنسبة لصلاتك صحيحة إن شاء الله مدام غير قادرة على القيام ما تستطعين القيام تجيك دوخة في القيام صلاتك إن شاء الله صحيحة أما قضية التداوي والعلاج هذا مطلوب أنت كما أن الله عز وجل يكتب الأجر للإنسان على هذه الابتلاءات أيضا الشريعة تدعو الإنسان أنه يتداوى ما تمنع من التداوي والتطبب طبعا التطبب الصحيح و ليس الشعوذة لا التطبب أزور المستشفى أزور العيانة أرقي نفسي بالفاتحة بآية الكرسي بالقواقل مثلا بارك الله فيك و شفاك الله أبو سعيد من أبوظبي بارك الله فيه يسأل يقول يعني فيها واحد من العيان من القصر توفي طبعا والدة يقول في نظام إذا كان يستلم أربعة آلاف يعطونهم ألف فقط والباقي يكون عند صندوق القصر يقول كيف الزكاة أبو سعيد بارك الله فيك هذا يرجع فيه إلى يرجع بالسؤال إلى صندوق القصر و يقال لهم أنتم تزكون أموال هؤلاء القصر أم لا لأن الذي أعرف بأن أموال القصر هؤلاء تتولى الجهة المشرفة على المال هذا و صيانة المال تتولى إخراج الزكاة إذا قالوا لا احنا ما نزكي يجب عليكم أن تخرجوا الزكاة الموجودة في الحساب لأن جماهير أهل العلم و هو قول السلف و الخلف على وجوب الزكاة في المال و لو كان لصبي أو لمجنون مثلا أو لمغمى عليه إغماء طويلة فالمال يزكى إذا بشرطين إذا بلغ النصاب و حال عليه حول فإذا كان قد بلغ النصاب و حال عليه الحول تخرج الزكاة منه تتولون هذا فأنت عندك خطوة وحدة يا أخوي أبو سعيد الذهاب إلى صندوق القصر أو الاتصال بهم و تسألونهم أنتم تخرجون الزكاة و لا فإذا قالوا نعم الحمد لله إذا قالوا لا يلزمكم إخراج الزكاة عن هؤلاء القصر بحيث تطلب كشف حساب سنويا تشوف وش المبلغ الموجود و تخرج زكاة مع المحافظة على مال الصبي هذا الصغير و كذلك الألف هذه ما تصرف إلا في حدود ضرورياتي و حاجياتي أبو سعيد يقول أن دخلت المسجد قبل المغرب بسد دقائق يعني هل يمكن أنني أصلي تحية المسجد أو أنتظر أبو سعيد بارك الله فيك سد دقائق كثيرة تستطيع في ظرف دقيق و نص تصلي تحية المسجد توجز فيها فإذا دخلت قبل المغرب بسد دقائق لا لا صلي إذا حاب تجلس صلي ركعتين تحية المسجد و ذلك لقول النبي صلى الله عليه و سلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بارك الله فيك انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج طبعا نعم الغدا نبهني المخرج طبعا يوم الجمعة عندنا الإجابة على أسئلة الواتس أب و كذلك يوم السبت ألتقيكم مباشر بحول الله يوم الأحد القادم السلام عليكم و رحمة الله